أكد وزير الخارجية عدل الجبير أن المملكة والولايات المتحدة عملتا لسنوات على مكافحة الإرهاب موضحا أن التعاون الأمني والعسكري مع الولايات المتحدة يعود لعقود طويلة وأضح الجبير خلال كلمة له في معهد بوراكنز في واشنطن أن هناك تحديات تواجه المنطقة مبينا أن المملكة تعمل على احتواء هذه التحديات مضيفا أن إيران هي مصدر الإرهاب وفي البرنامج النووي الإيراني أكد الجبير أن العيوبة تشوب هذا الاتفاق لأسيما جهة آلية التفتيش أعتبر الجبير أن ما يحصل في سوريا مأساة حقيقية أثرت على حياة الملايين مؤكدا أن الحل يجب أن يكون سياسيا وإيران والميليشيات التابعة لها هي من تعرقل هذا الحل وفي الشأن اليمني شدد الجبير على أن المملكة لم تختر الحرب في اليمن بل فرضت عليها مضيفا أن ميليشيات الحوث المدعومة من إيران انقلبت على العملية السياسية أعلنت الإدارة الأمريكية موافقتها على اتفاقيات لعقود تسلح للمملكة تفوق قيمتها الإجمالية مليار دولار وقالت الخارجية الأمريكية في بيان لها أن هذه الصفقة ستدعم السياسة الخارجية للولايات المتحدة وأهداف الأمن القومي من خلال تحسين الأمن في دولة صديقة كانت ولا تزال قوة مهمة للإستقرار السياسي والنمو الاقتصادي في الشرق الأوسط ويتعلق العقد الأساسي بصواريخ مضادة للدبابات تقدر بستمائة وسبعين مليون دولار وتعد هذه الصفقة في حال إتمامها ضمن خدمات دعم الصيانة للقوات البرية السعودية اشتركوا في القناة